مستر إياد أنا في عندي ناس بدهم أشتغل لهم سوشال ميديا ماركتنج أنا عندي كثير معلومات على السوشال ميديا ماركتنج بس مش عارفة من وين أبلش شو بتنصحني؟ تمام هلأ مشكلتك مشكلة أي حد صراحة بيكون يعني خبير ومو بتدئ بنفس الوقت كيف يعني خبير ومو بتدئ؟ يعني بيكون درس خرق هذا الكتاب أخذ هذا الكورس لم لم معلومات من كل الأماكن لدرجة أنه صار يعني يحس حاله خبير بهاي الشغلة بس بنفس الوقت هو مبتدئ بإيش مبتدئ؟ إنه لسه ما اشتغل لحدا أو هذا أول كلاينت بده يشتغله هو خبير بمعلوماته بس مش خبير بالتجربة إنه ما تجرب يشتغل لحدا فهونا بيكون مبتدئ فأنا اللي بده نصحكي أول دايما أول خطوة تعمليها لأي كلاينت بيكون عندك إنك تعملي له ستراتيجي على هاي الستراتيجي إنك تمشي شو يعني ستراتيجي؟ ستراتيجي اللي هي الخطة الخطة اللي أنت بدك تشمل تحط فيها ثلاث شغلات مهمين جدا دايما هاي الخطة عندك أول شغلة تكون بالخطة تبعتك اللي هي الأهداف أنت حدد الأهداف اللي بدك توصلي لها طيب هدولا تابعون المطعم اللي بدهم تشتغلي لهم سوشال ميديا ماركتينج شو الأهداف اللي بدهم يمصلوا لها؟ أنت يعني لازم تحط النقاط على الحروف من بداية الطريق حتى لقدام لما هم بدهم يجوا يحاسبوكي يعرفوا على إيش يحاسبوكي وهذا بياخدنا للنقطة الثانية والثالثة من ضمن الاستراتيجي حكي أنا أول شي لازم يكون عندك الأهداف ثاني شي تكتب بهاي الاستراتيجي طريق تحقيق هاي الأهداف إنه أنا كيف أوصل لهاي الأهداف؟ أوكي أنا حددت الأهداف اللي بدنا إحنا نوصل للميابعات كذا بدنا نزدي لهم المتابعين للعدد الفلاني بدنا نعملهم Graphic Design Branding بدنا نعملهم فيديو بدنا نعمل كل أمور هاي بس كيف بدنا نوصل لهاي الأهداف عن طريق سبل فهي السبل بدك تحدديها بالاستراتيجي فهذا بياخدنا للثالث نقطة مهمة جدا تكون عندك بالاستراتيجي واللي هي إنه أنه أنت كيف تقيسي أدائك أو كيف تقيسي نجاحك بهاي الاستراتيجي فهي خلاص بكل بساطة بدك تحددي الأهداف طريق التحديد الأهداف وأداء لقياس نجاح هاي الأهداف هاي هي كل اللي عليك تعملي هلا أنا لما بدي أبلش في التسويق على أي بلاتفورم أبلش مش عارفة أي بلاتفورم هو الأنسب أو الأحسن شو بتنصح إنه أنا أبلش؟ أوكي هلا هو صراحة هاد السؤال مهم جدا جدا لأنه دايما الناس بتكون محتارة إنه هل أنا الجمهور تبعي أو أنا الزباين اللي بدور عليهم هم موجودين على فيسبوك هم موجودين على إنستجرام أو اللي هو إحنا بنحكي لهم أوديونس أوديونس تبعي موجود على مثلا على التويتر موجود على سنابشات أنا وين أروح وين أصرف وين أبلش أدفع لهاي الإعلانات فأنا دايما نصيحتي إليك ونصيحتي لأي حدا بنشتغل له سوشال ميديا ماركتنج إنه إنت لما بدك تنتشر ولما بدك تعمل لحالك ماركتنج ما بيصير تركز على بلاتفورم وحتي أو منصة واحدة يعني لما بدك تدفع ما تدفع بس للفيسبوك لا لما بدك تنتشر بدك تنتشر على كل المنصات بدك تروح على فيسبوك على إنستجرام على تويتر على سنابشات على بينتريست على تيكتوك تيكتوك حاليا من أقوى المنصات للماركتنج على فكرة ويلها مستقبل قوة جدا بهذا الحكي. فانتي لما بدك تركزي ركزي على كل هدول اشياء ما تركزي على. انا شغالة لناس على السوشل ميديا ماركتين. كيف بقدر اطور هاي الصفحة? واطور من نفسي شو نصائق حكومي? تمام تمام. يعني هلا انتي اللي بدك او بدك تعمليه انه وصلتي لمرحلة بدك تثبتي للعملاء اللي بهاي الصفحة او المتابعين انه الصفحة هاي بتطور. وبرضو هاي مشكلة كمان دائما بوصلوا لها الناس بعانوا منها. انه بدهم يثبتوا لا اصحاب العمل او اصحاب البزنس اللي هاي الصفحات تبعته. انه احنا عم نطور عم نتطور واحنا بتقدم لحتى ما يستغنوا عن خدماتنا ويجيبوا حدا انه دايما نكونوا ملاحظين انه احنا كرييتف ودايما منجيب افكار جديدة وهيك. طيب اول نصيحة مهمة جدا ممكن انصحكي اياها انه دايما اوعي تكوني سبام. يعني اوعي تكوني حدا بيكذب على السوشال ميديا او حدا متطفل على الناس او حدا بيعمل الشغلات اللي هي لف ودوران. لا دايما كوني مثلي البزنس زي ما هو مهما كان عيوب وسيئات ومهما كان الشغلات الحسنات اللي عنده الاشياء مليحة مثلي زي ما هو بالواقع بطريقة كرييتف حطيه على السوشال ميديا. لا تلجأ الى طرق اللي هي لف ودوران طرق الاسبام عشان تسوق لهذا الشخص لانه هيك الناس راح تعرف وهيك الناس راح انت تخري ببيت وتضري هذا البراند او الاسم اللي عم بتسوقيله الى ابد الابدين. تاني نسيحة ممكن انسحك اياها انه حاول تلغي الرد الالكتروني لما بتكوني عاملة كامبين بتروجي لمنتجات معينة. وبدها الناس تجيكي تشتري هاي المنتجات. الغي الرد الالي لانه لما لزبون ببعت مسج للصفحة وبلاقيه انه رد الالي وصله راح يطفش وراح يهج وراح يعني الكامبين كلها تكون على الفاضي. لزبون لما ببعت بكون بتوقع انه في حدا محترم يرد عليه ويلبيله خدمته. كيف لما لزبون بتوقع حاله فايت على محل عادي ماشي بالسوق او بالمول وفات على هادا المحل فبتوقع انه في زلمي محترم او باقع محترم يوم يستقبلوا اهلا وسهلا تفضل كيف نقدر نساعدك وهيك. لما ببعت مسج على الصفحة بتوقع نفس الاشي الشخص محترم يرد عليه. ما بتوقع انه روبوت او انه رد قالي ينرد عليه. لهاي الشغلة قوع كدير يبالك منه. طبعا تالت نصيحة بتخص كمان اللي هي الشغلة التانية اللي هو دايما قوعك من الاغلاط الاملائية. وانا بشوف كتير صفحات بلاحظ عليهم الحدا المودوريتور اللي عم برد على الكومنت او على الرسائل ببعت عنده اغلاط املائية. يعني بكون هو اصلا ما عنده قواعد ما يعني بمشي. اذا كان بالانجليزي او بالعربي عنده اغلاط املائية بتكون خير الله. هادا الاشي ببين انه البراند اللي عم بنعمل له هاي الكامبينز مش بروفشنال. فهاي شغلة كمان دي كتركزي عليها.